صباح رياضي منتخبات إجراء مباريات ودية وأيضا دوري لسمناه دوري الأوروبي دوري الأمم في عدة مباريات تستقطب اهتمام منها مباريات مثلا منتخب ودية مباراة ودية منتخب ألمانيا أمام روسيا اليوم منتخب بلجيكا أمام منتخب أيسلند رأي حكومة حكم إسرائيلي جرينفيلد نذكر أن المنتخب البلجيكي كان رائع في المونديال تذكره في النصف النهائي وأيسلند كانت مفاجئة نوعا ما مهم نعرف كيف بلعب المنتخب البلجيكي هل سيواصل تألقه كما كان في المونديال ولا لا المنتخب الكرواتي عنده مباراة مع إسبانيا بدي أذكر أنه المنتخب إسبانيا فاز في المباراة السابقة على كرواتيا اللي وصلت لنصف نهائي عملية الكاسر العالم تذكر ست سفر اليوم كرواتيا بدأت تحاول شوي تنتقم وترجع ميت الوجه للمباراة منتخب الإسباني كثير ممتاز مع أنريكي وأعاد إلى تشكيل مدافع برشلونة الرائع ألبا استغربنا كيف استثناء في المباراة الماضية ولكن تألق ألبا في برشلونة اضطر المدرب يرجع للتشكيل الأساسي عم بحاول يحافظ عليه لمباراة لا 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 ما أعرف كيف استثناء لأنه كان في عنده مدافع أي صرع طبس هو متألق جدا لا يمكن أنك تتغاضى عن لاعب في الدوري بيكون بقمة عطاوه ما يكونش لاعب في المنتخب منتخب الألماني كمان زي ما حكيت بدي رعب مع روسيا بيستعد لمباراة مهمة مباراة الدوري أما منتخب هولندا منتخب الهولندي يبدو لي أنه بحطي إشارات أنه راح يعود لواجهة الكرة في أوروبا مع أنه فيش الموصش المونديالي للأسف الشديد منتخب إسرائيل عنده مباراة ودي اليوم مع جواتيمالا استعداد لمباراته القادمة أما مسكوتلندا مباراة رسمية وين رح تتم؟ ولكن المباراة اليوم ودي عمليا في حيفا فيها لاعبين عرب طبعا كالعادي مؤنس ضبور ستودين المنتخب رح يكون رأس الحرب لؤيطاها من بيار السبع رح يكون بتصور أنه ضياء السبع رح يلعب كمان مرة بنأكد على أنه عدد من اللاعبين العرب من جزء أساسي من المنتخب وحتى منتخب الشبيب الإسرائيلي كمان يعني فاز أول مبارا على أذربيجان أربع واحد لاعبين عربيين كمان سجلوا هداف في المنتخب إذن عطل عمليا في أوروبا جفاف نوعا ما قبل عودة الدوريات الأوروبية بعد أسبوعين مبارا مهمة جدا بدي بس أشيلة إلها تفضل في إنجلترا وين روني نجم منشستر يونيت السابق ولعب إيفرتون اللي ترك الدور الإنجليزي وبلعب في أمريكا اليوم رح يكون في احتفال خاص لهذا النجم رح يكون في ممر شرفي هو اعتزل اللعب الدولي ولكن اليوم وين روني كهداف أسطوري عبر الأجيال لمنتخب إنجلترا بدي يشارك الممباراة الدولي إنجلترا رح تلعب مع الولايات المتحدة مع أمريكا في ملعب وين بلي ولما عرف الجمهور الإنجليزي أنه وين روني رح يشرك لدقائق فقط من أجل يعني الاحتفاء بيه وتكريمه لأنه لاعب بالفعل بكل المقيس ولاعب رائع سجل حوالي 56 هدف هداف المنتخب الإنجليزي على مدر الأجيال فاليوم رح يكون اعتزال لإلوه في شكل رسمي في ملعب ويملي أعتقد مئة ألف رح يكون في المباراة حتى المباراة يودية ولكن يليق بهذا النجم هذا المباراة هذا الاعتزال ممر الشرفي اللاعبين دني حيوب دي نعطوه إشارة الكابتن رح نتابعين وراء الليلة عند الساعة اعتزال الشرف في ملعب ويملي في لندن الموعد أما الآن بخصوص الويفا 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 قضية الفيري بلاي ما يسمى اللعب المالي النظيف سبورتليكس مجلة بتصرب زي سنودين تذكروا كمان التسريبات السياسية لضربة العالم الآن في تسريبات رياضية عمليا وبعض الأندية الأوروبية الكبرى منها ماشستور سيتي ومنها باريس سان جرمان بتحايلوا على الاتحادات المحلية وعلى الاتحاد كرة القدم الأوروبي بتمويل غير صادق بعدم الكشف عن مدخلات وعن عجز والاتحاد الأوروبي يوجه تهديد صارم هو عمال بيحقق بعد التسريب ممكن ينزل عقوبات خاسي جدا بكبار الفرق الأوروبي منها باريس سان جرمان قد يبعد من البطولات انتبه يحرم من البطولات الأوروبية وهي بتكون ضرب مميتي لأله صح فريق ماشستور سيتي كذلك الأمر قد تتعطى المسير كمان الفير بلاي أي بمعنى اللعب المالي النظيف يحقل الفريق أن يكون في عجز انتبه لأحد 30 مليون مدخولك أقل من مصروفك لـ 30 مليون ولكن أكثر من هيك ستوب بعمل لك ستوب لذلك فريق ماشستور سيتي بحاول أنه يعوض عن طريق الشركات الرعاة تبعون احنا منذكر نظر الفريقين مالكين هنا واحد من قطر واحد من الخليج بمعنى آخر حتى الرعاة بيدروا أموال وكانها من أطرافه هن عمليا هن لمسكين الفريق لذلك في تحايل على الاتحاد الأوروبي والبحث جاري وأنا بتوقع أن يكون في ضرب قاضي لبريس سان جرمان ولومانشي سارسيتي قريب خلال أسابيع إذا هذا بتم الأمر كيف بأثر على اللاعبين نفساً؟ على اللاعبين مش على اللاعبين نفساً لا على الإدارة النفس يعني يحرم الفريق من مشاركة في بطولات أوروبية بترفع المشاركات فيها أموال طائلة جداً بعودة الجميع طبعاً طبعاً بيكون ضرر مادي كبير جداً ما بتعاقب اللاعب تتعاقب إدارة النادي ويحرم من مسابقات لسينة سنتين ثلاثة بتكون ضربة موجة على إله يعني ممكن ما يشاركش بطولة أوروبا وانتعرفش بطولة أوروبا يعني فيها جاة وأموال وما إلى ذلك لذلك قد يطرد هذا الفريق ويعاقب ويقاصص اللاعبين يعوضوا أم لا؟ لا اللاعب ما كما مرة اللاعب ما له علاقة علاقة المسؤولية تقع فقط على عاتق إدارة النادي يقاصص النادي ولا يشارك في بطولة أوروبية عدم مجارك في بطولة أوروبية كبرى هي أكثر من أن أسميها ضربة مميتة يعني ضربة مميتة بكل ما تاني الكلمة معنا التسريبات كشفت على أنه بالفعل فيه خرقات وإدارتين في باريس سان جرمان وفي باريس في ماشيستر سيتي كثير متخوفين من النتائج والله يسترهن يعني الله يسترهن سوق الانتقالات الشتوية كمان الله يستره ولا شو لا تباعي الشتاء بارد في أوروبا عادة ولكن عادة التنقلات بدون فترة الصيف عفاف وبفترة الشتاء بعد ما يصل الدوري إلى نصف المشوار عمليا بتصير بفتحوا المجال للفرق إنها تتعزز أو تحرل اللاعبين لذلك السوق شايف لك يا بدي يكون حامي هذا الموسم لعبين ما وجدوا أماكنهم بفرقهم ما أخذوا دقائق لعب لذلك في حركة ممكن تكون لكبار النجوم مثلا أنا على سبيل المثال أعطيك سانشيز لعب في منشستر يتقاضى كل أسبوع 500 ألف جنيه استرليني كل أسبوع كمان مرة ولكن حتى الآن ما جابش غير هدف واحد تقريبا بسنة لذلك هو يسعى الآن للانتقال يقال أنه ريال يقال نعم يقال أنه أفراموبيش أفراموبيش كمان قد يعود من الدور الأمريكي إلى إيسي ميلان في حركة لعبين ولكن بتصور أنه راح يكون شتاء ساخن بالفعل تنقلات اللعبين وأموال طائلة أموال طائلة راح تصرف وإحنا راح نتابع السوق ما بنفتح السابق أول آخر ديسمبر أعتقد بأول يناير يفتح السوق ولكن تجي تحضيرات الآن يبدو لأنه يكون سوق ساخن على رغم من برود نعم نعم في أوروبا اسمح لي نروح على بريم ليج نروح على الدوري الإنجليزي راح يتأثر من انسحاب البريطانيا من الأمم المتحدة السياسية ودخولها في قرطة القدم فعلا في مشكلة كبرى في الدور الإنجليزي يحق لكل نادي إنجليزي في البريمير ليج من الاتحاد الأوروبي 17 لاعب 17 لاعب من خارج بريطانيا ولكن بما أنه بريطانيا كانت جزء لا يتجزأ حتى اللحظة من الاتحاد الأوروبي بمعنى آخر كل الدول الأوروبية أي لاعب يجيها من أوروبا هو يحمل جواز أوروبي مسموح له يلعب في الدوري الإنجليزي من خارج السوق الأوروبية ممنوع يلعب إلا بده برخصة عمل حتى تعطوه وزارة الداخلية ورياضة كيف بده يخذ رخصة عمل كمان منوطة بأنك انت جاي لاعب مثلا دوريد للداوي قادم من المرازيل مثلا بده يلعب في المنطقة في فريق إنجليزي مجبور يكون عنده عشر مباريات على الأقل دولية لكن إذا أنت كنت معك جنسية أوروبية بإمكانك أن تلعب في الدورة الإنجليزية إنت ما بدك لذلك مسموح ولكن خروج بريطانيا مبارح كان في قرار حكومي يعني ست ساعات استمرت الجلسة والخطوة ماشية تقديما بشهر أذار رح تطلع بريطانيا نهائيا سيحدد عدد اللاعبين من 17 لاعب إلى 12 لاعب يعني فريق تشيلسي فريق ليفربول 11 11 أو 12 لاعب بدل 17 هو شيء لا بأس بيه يعني ممكن يعطي للإنجليز نفسهم إمكاني أن يلعبوا بفرقهم ويخفف المصروفات كمان على الأندية مش كل واحد يقدر ييشي لذلك قد يؤثر على الدور الإنجليزية هناك من يقول بأن هذا قد يحطم الدور الإنجليزي يعني لا يقدرش فريق يملك 17 لاعب بدل يحددوا العدد إلى 12 لاعب فقط هذا لما يتم خروج بريطانيا نهائيا من التعالي ما في عريضة استياء معين بريطانيا الحكومية وحسب استفتاء قرر أغلبية الشعب البريطاني وبأغلبية ضائلة جدا خروج بريطانيا إذا بتخرج بريطانيا من التحاد الأوروبي والسوق الأوروبي ببطل باقي الدول نفس الجواز طبعا أنت بدك تجي تلعب في بريطانيا أول شيء الحدد محدود ثانيا بدك رخصة عمل بالأول ممكن كانش بدك رخصة عمل لأنه مفتوح جزء ليت جزء من المنظوم من هذا الاتحاد اللي اسمى الاتحاد الأوروبي لذلك خروج بريطانيا أنا أعتقد رح يؤثر سلبا على الدول الإنجليزي على المنتخب الإنجليزي كيف ممكن ما له علاقة المنتخب المنتخب الإنجليزي فقط لعبين إنجليز مع الجنسية إنجليزية ما نظرش يلعب سويسري في المنتخب الإنجليزي لا لا أبدا بس بالنقل الإنجليزي هو لاعب مولود وعنده جنسية بريطانية فقط هذا ما بأثر على المنتخب مشكلة بأثر على الدوري على الدوري وإحنا منعرف أنه اليوم الدور الإنجليزي هو تقريبا أفضل دوري بالعالم مع احترام لكل الدوريات ودوري مثير والكل بيتابعه وهذا بدأ تكون ضربة أعتقد مش عارف كيف ممكن يتصرفوا الإنجليز يعني بها الأمور أنا مش معروف باليورو ما بعرف باليورو مش باليورو باليورو بالطولة العالم الفرق الإنجليزية راح تتأثر بشكل سلبي جدا راح نتابع من هول شهر أذار بتبين العملية وبطلع القرار أنه فقط 12 لاعب ولا يحق لكل لاعب جاي من التحاد الأوروبية أنه يعرف الدوري إحنا عندنا موصوعة رياضية قاعدة بالكنترول على كرسي المخرج هواري شكرا أنك عم بتغششني بالأمور خبر جميل خطوة تاريخية غير مسبوقة عم نحكي على ألف امرأة إيرانية بيشاركوا في مباراة كرة القدم شاهدوا شاهدوا تاني مرة أول مرة سمحوا لأ مئة امرأة يعني هو عيب بس ألف عم نحكي ما هو معيب يعني أنه في مباراة بيحضرها كان لكتسعين ألف في إيران تمنع المرأة من مباراة كرة القدم ولكن صار فيه نوع من الإصلاحيين يعني سمحوا للنساء في مباراة سابقة كانت قبل شي شهرين كان في مئة امرأة وشاشات التلفاز والكاميرات الصلطت عليهم من يومين كان في مباراة لأعتقد نهائي كأس أبطال آسيا فصمح لحوالي ألف امرأة ولكن الألف امرأة ما أجوا اشتروا تذاكر دريد وعفاف لا هذولا لا هذولا تم اختيارهن بدقة يعني نساء مقربات لهذا اللاعب أو لذاك المدرب من العائلات اللهم ضلع بالرياضة يعني اللاعبين أقارب وتم دخول ألف امرأة للملعب طبعا مع مرافقين ولكن هن من عائلات يعني مش أي امرأة أو أي فتاة بإمكانها أنها تروح لتذكرة وتدخل الملعب طبعا خطوة يعني هي نادرة عمليا لكن خطوة إلى الأمام يعني ممكن المرة الجاي يكون ألفين يعني أنا بعطيك مثال في الدورية الأوروبية أعتقد من 17 إلى 25% من الحضور الجماهيري في ملاعب أوروبا نساء ونساء حتى كبار في السن مش شرط أنه صبايا أو مع زوجها أو لا مش شرط حوالي من 17 في أندي في دورية 17% لحد 24-25% من الحضور في داخل الملعب هم من النساء هن من النساء فإيران تخطو على هذا المسلك بتأمل أنه المرة الجاي نلتقي ونشوف أنه كان فيه 5000 إمرأة فيه إن شاء الله هذا يعدي انقلاب فورة بدون شك يعني ما بعرف ما بعرف يعني على الأقل بإيران صار يشوفه فطبول لدينا محدش يشوف فطبول مستعد يطلع على الملعب لا فيه مو كلات مو كلات مش نحن نقدر على التلفزيون بالأول شوية خطوة خطوة بالظبط نرجع شوي شو نرجع نروح على المحلي وكنا هداك الأسبوع فتحنا قضية قضية سخنين وعزل المدرب عزل المدرب هل من جديد لا لا وجاب انتصار على الأقل يعني المدرب الجديد الجديد كوتر على الأقل أحرز انتصار جمع السبت سخنين فيهز وفي مبرامج نوني أربعة ثلاثة احنا في عنا استراحة الآن أسبوعين ولكن كما فهمت من الإدارة انه راح يكون مدرب خلال الأسبوع من المدرب مش معروف حتى الآن ما فيه بالسوق يعني ما فيه عرض يعني ولكن الفريق يسعى انه يكون انا بتصور انه هذا المساعد المدرب لن يبقى كمدرب رئيسي ولكن سخنين بعدين بفتشوا عن مدرب وعدونا انه من هون نهاية الأسبوع يعينوا عن اسم المدرب القادم لتحدى من سخنين هو بحاجة لمدرب للأسف سخنين قرأت للصباح عن إصابة أليمة فراس مغربي منسكوس في الركبة وقد يضطر للغياب حوالي شهر ونصف وشهرين ضرب موجة على السخنين لانه ولاعب أساسي في مركز الملعب في وسط الملعب اتمنى للشيخ رح يؤثر سلبا صحيح عن أداء الفريق كيف يؤثر سلبا لابد فراس ولاعب مصمر مركزي محوري أساسي في اتحاد من السخنين بتأمل انه باقي الشباب خاصة إيهاب غنايم كمان شاب محلي ناشئ من السخنين تألق في الأسابيع الأخيرة وعرضت عليه الإدارة مبارح عرض انه يمددوا عقده له كمان خمس سنوات هو صناعة محلي عادة سخنين بتحفونا دائما كل سنة أو كل سنتين بيطلع اثنين أو ثلاث من الشباب المحليين مش تعزيز يعني ولاد البلد ولاد المحل ففي امكانية انه يجندوا عقده لأيهاب غنايم هذا الاسم رائع جدا سجل هدف وكان ضالع بهدف آخر فمنتمناله النجاح بالفعل وهذول شبابنا عمليين بتقلقوا يعني هم نشتخرفين نعم 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 مفخرة لكل وسط العربي كل تأكيد شكرا جزيلا أنا أشكركم شكرا نفييل يسعد صباح يسعد صباح